على الرغم من الظروف التي ما تزال تعيشها بعض مناطق محافظة الضالع من قتال وقصف إلا أن ذلك لم يمنع مجموعة من النساء من تبني مشروع إنساني لمساعدة الفقراء والمحتاجين والنازحين حيث كانوا هدفا خيريا لمجموعة من نساء مريس التي نفذنا المشروع بالتعاون مع جمعية البشائر الاجتماعية نريد أن نوصف بسالة أن دور المرأة لا ينقصر على البيت إنما ينقصر على دورها في دعم المقاومة ودعم الأسر الفقيرة التي تحتاج إلى يد بيضاء لتمدها إليها وزعت هذه النسوة مئات السلال الغذائية وقد شملت عدة مناطق هذا هو حال الكثير من الأسر التي خسرت كل شيء بسبب حربا فرضتها عليهم ميليشيات الحوثي وصالح حيث كانوا في غنى عنها محمد المريسي قناة بالقيس الظالع